بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم والملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الإجابة على هذا السؤال هل هناك يد للغيب في المرجعية الدينية الشيعية أو لا هل أن الأمر في المرجعية الدينية الشيعية هو حالة كسائر الحالات القيادية في الدنيا جماعة يتنافسون فيما بينهم فيصل أحدهم بأي طريق من الطرق ليكون رئيسا أو قائدا أو سلطانا أو غير ذلك كذلك الأمر في المرجعية الدينية هل هذه القضية هي هكذا أيضا أو لا هناك ثلاث نظريات أو ثلاثة أفكار يمكن أن تتولى الإجابة على هذا السؤال الفكرة الأولى ولنصطلح عليها بالفكرة المادية ومقتضى هذه الفكرة أن المرجعية الدينية والوصول إلى هذا المنصب هو كسائر أنحاء الوصول إلى الزعامات هذا أمر دنيوي يتنافس فيه أشخاص فيعيق هذا ذاك ويتقدم هذا على ذاك ويعرقل هذا ذاك حتى يستخدم كل شخص في هذه الأثناء قوته قدرته أمواله أمواله أنصاره إعلامه حتى يصل إلى مرتبة القيادة مثل ما هو الحال في الانتخابات السياسية مثل ما هو الحال في الجمعيات كيف يتقدم هذا المرشح على ذاك المرشح كيف يعقد تحالفات كيف يعيق ذاك الطرف هنا أيضا كما هو الحال هناك بل أكثر من هذا ربما يقول أصحاب هذه الفكرة أحيانا تدخل ما يعبرون عنه بهذا التصريح والصراحة المخابرات الدولية مخابرات الدولية في رأي هؤلاء أصحاب هذه الفكرة تتدخل لكي تقوي هذا الجانب وتضعف ذلك الجانب وتدعم هذا وتعيق ذاك وبالتالي فإن الوصول إلى منصب المرجعية الدينية في رأي هؤلاء هو كأي وصول سياسي أو انتخاباتي أو غير ذلك ولا يوجد فيه محرمات المهم أن يصل الإنسان إلى ذلك المكان هذه الفكرة لا ريب أنها غريبة جدا فإما هي لا تعرف الوضع المرجعي الشيعي أو لا تعرف المجتمع الشيعي هي مسكونة غالباً مع أنه تتردد عند قسم من الأشخاص هي مسكونة بفكرة أخرى وهي أن الكون هذا كله إنما تديره المخابرات أبو ناجي حسب تعبيرهم أبو ناجي مخابرات البريطانية هذه الفئة هي التي تدير العمليات وهي التي تقدم هذا وهي تؤخر ذاك وهي تدعم هذا وهذا بالذات في المنطقة ذات النفوذ البريطاني يعني محيط العراق بشكل تحديد إيران منطقة الخليج عند قسم من هؤلاء فكرة بارزة وواضحة وأنبهنا إلى فكرة هي ترتبط بنحو من الارتباط وهي أن البريطانيين الإنجليز باستخدامهم الذكي للإعلام خلال عدة قرون كانوا فيها في هذه المنطقة أقنع الناس بأن بريطانيا هي كانت عظمى وباقي عظمى وستبقى أيضا إلى يوم القيامة عظمى وأنها مسيطرة على كل شيء لو أن ثورين اشتبكا في صحراء السماوة فهذا إنما هو بسبب مخابرات البريطانية ولو أن فحليني في صحراء لورستان في إيران اعتركا على ناقة فإن ذلك إنما هو بتحريك الإنجليز وللأسف حول البريطانيون أنفسهم عند قسم من الناس إلى آلهة تتصرف في كل شيء عند قسم من الناس إلى الآن الدنيا هي لعبة بيد هؤلاء هم يحركون وهم يسكنون هم يسقطون وهم يقيمون كل شيء بيدهم طبعا هذا الأمر في بعض درجاته إذا يلتفت الإنسان إله هو من أظهر أنحاء الشرك بالله عز وجل لكن قسم من الناس لا يلتفتون إلى هذا نعم هذه الدول لها قوة لها قدرة ولكن قدرتها الحقيقية وقوتها الحقيقية إنما هي في تصديقنا نحن نحن صدقنا أن بيدهم كل شيء المجتمعات المسلمة صدق بعضها أن هؤلاء إذا أرادوا شيئا لا بد أن يحصل وإذا رفضوا شيئا لا يمكن أن يحصل قوتهم الحقيقية هي في هذه وإلا فقد دخلت الأمة في كثير من الأحيان في معارك عسكرية هدموا البريطاني في معارك سياسية هزموا البريطاني بل بعضهم كما في الهند أناس مجردون حفات وهم هزموها وإن نقطة القوة مالت هؤلاء والقدرة هي في تصديقنا أنهم على كل شيء قديرون ليش إحنا نشوف في القرآن الكريم دائما نأكد إن الله على كل شيء قدير عند قسم من الناس لا عند قسم من الناس هذا المستعمر هو على كل شيء قدير وهذا إذا التفت الإنسان إليه يخالف خلوص توحيده لله عز وجل الآن تجي إلى مثل هؤلاء يقول لك نعم زعامات الدينية بريطانية بريطانيا هي اللي جابتها أعطتهم فلوس زين أعطتهم فلوس أعطتهم أيضا علم الفقه والأصول والبحث الخارج وإلى آخره آخر هذا لازم يقدم بحث متقن محيط مستوعب حتى يصدقه طلابه حتى يصدقه منافسه أصلا إذا ما عنده هذا خارج الترشيح نهائيا ما لم يكن عنده علم بالغ المرتبة القسوى من الإجتهاد هذا أصلا ما ينظر إليه زين هذا أيضا البريطانيون يعطونه وإياه فهم الدين علم الرجال علم الأصول علم الفقه الكلام النقاش الجدال الحوار رد الإشكالات بحث خارج يوميا على مدى خمسين سنة وأربعين سنة هذا أيضا البريطانيون يعطون هذا هم قادرون على هذا الأمر فهذه الفكرة هي من البؤس ما لا تستحق معه الرد لكن نجدها عند بعض من يريد تشويها المرجعية الدينية الشيائية وأحيانا من داخل الطائفة للأسف الشديد تجد هذه التعابير مخابرات الأجنبية الاستعمار البريطاني الما أدري كذا وهذا لا ريب أنه شيء باطل بلا كلام هذه الفكرة الأولى الفكرة الثانية لا تقبل الفكرة الأولى وإنما تقبل شيئا آخر وهي ما يمكن أن نسميه بالفكرة الاجتماعية فكرة الاجتماعية يعني ماذا؟ يعني أن المرجعية الدينية كسائر المناصب القيادية تحتاج إلها إلى مؤهلات شخصية من العلم والكفاءة العملية والورع وأيضا تحتاج لها إلى حسن إدارة المعركة يعني فد واحد مثلا في أعلى درجات العلم في أعلى درجات الورع بس ما عنده قدرة على عمل إعلام لنفسه ما عنده قدرة على عقد التحالفات ما عنده قراءة اجتماعية للمجتمع الشيعي ما ينجح هذا ما يصير مرجع من المراجع الكبار بالإضافة إلى المؤهلات الشخصية يحتاج إلى قدرات في إدارة موضوعه المرجعي يحتاج إلى أن يدير الإعلام بشكل جيد أن يدير التحالفات بشكل جيد أن يعقد صداقات مع الحوزات والوكلاء أن أن إلى آخره هذه الفكرة لا تقبل فكرة أن هناك جهات أجنبية أو صراعات خالية من القيم والمبادئ أو اعتماد على المخابرات أو غير ذلك وإنما تقول بالإضافة إلى أمر الكفاءات الشخصية التي عند الإنسان يحتاج إلى طريقة إدارة لصعوده على سدة المرجعية يحتاج إلى أن يكون فاهما كما يقولون من أين تؤكل الكتف لكن هذه لا تحتاج إلى موضوع غيبي لا ربط لها بأمر الغيب لا ربط لها بالأمر الغيبي ما مربوط بتوفيق الله عز وجل بتدخله ما مربوط بأمر الإمام المهدي وإنما هي ضمن الحالات الاجتماعية هذه الفكرة فيها جانب صحيح وفيها جانب نقص جانب الصحيح ما له هو أن المرجعية الدينية تحتاج إلى مؤهلات شخصية عالية المستوى أن يعرف المرشح للمرجعية بالعلم وبالنظرات الاجتهادية وبالقدر على الاستنباط في مرتبته العالية وأن يكون في الحوزات العلمية وأن وأن إلى آخر لكن فيها جهة ناقص وهي جهة الغيب هل هناك يد للغيب في هذا الموقع والمنصب أو لا توجد وهذا الجانب ما تتكفل به النظرية الثالثة أو الفكرة الثالثة والتي تؤمن بمدخلية الغيب في أمر المرجعية الدينية الفكرة الثالثة تقول نعم المرجعية الدينية تحتاج لكلها المؤهلات لكن هناك لبنة أخيرة أساسية ما يوصل البناء إلى كماله والمرجعية الدينية إلى موقعها إلا بعد أن تكون يد التوفيق الغيب ويد المدد الإلهي من قائم آل محمد ما لم تكن هذه اللبنة الأخيرة لا يمكن أن تتشكل المرجعية الدينية لا سيم العليا والعام في الطائفة لشخصاً فالمرجعية الدينية لا يصنعها الأغراب لا يتصنعها القوى الكبرى لا تؤثر فيها الأموال وما شابه ذلك وإنما هي معتمدة على مؤهلات شخصية عالية زائد توفيق ومدد إلهي هذه الفكرة الثالثة من وين تقولون هذا الكلام أصحاب النظرية الثالثة نسألهم من أين لكم هذا الكلام يقولون الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ومنها الآية التي ذكرناها أول المجلس هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم الله سبحانه وتعالى من جملة نعمه على البشر أن جعل لهم طرق الوصول إليه سالكة وأعانهم عليها مو بس وضح وقال ترى هذا الطريق عدل ذاك الطريق معدل مو فقط شق شارعين لا قال وهديناه النجدين وفوق هذا أيضا أرسل أنبياءه وواتر رسله وكان خاتمهم سيد الأنبياء محمد خلاه دليل يتحمل كل المشاكل حتى يأخذ كل واحد بإيده ويجره إلى طريق الهداية وبذل رسول الله صلى الله عليه وآله الجهد الأكبر في هذا إلى درجة أن الله تعالى يقول خفف على نفسك ما يحتاج هالمقدار لتقتل نفسك عليهم يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف يا بأ تقتل نفسك على شان شنو طاه بناء على أنه نداء للنبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لكن النبي صلى الله عليه وآله كان كذلك وكان كما وصفه القرآن الكريم عزيز عليهما عندتم حريص عليكم يتأذى زايد لتعبكم ومعاناتكم حريص غاية الحرص على هدايتكم يتحمل أقصى أنواع التحمل من أجل أن تكونوا على هذا الصراط الله أولا يصلي عليكم ملائكته تصلي عليكم الغرض ماذا ليخرجكم من الظلمات إلى النور آي في المرتبة العالية ثم يرسل الرسل الرسل من مقاس رسول الله صلى الله عليه وآله بهالطريق هذه من يترك السال فأيضا يقول إني تارق فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا نعش واحد هل يتقتلون ما يخالف هل يسجنون ما يخالف هل يؤذون ما يخالف من أجل هداية الناس وإنقاذهم وإيصالهم إلى طريق الله عز وجل زين هذا اللي يسوي هالشكل آخر الأمر قيادة المسلمين كلهم اللي يمكن أن يأتمروا بأمر رجل واحد يقول لهم ما ليشغل فيهم قلعة تقلعهم بالجهنم هذا ما تنسجم تلك المقدمات مع هذه النتيجة ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى الذي صنع ذاك في البداية بعد ما تصير الأمة مئات الأضعاف عما كانت يعني الآن لو تحسب الأمة الإسلامية بالقياس إلى زمان الإمام الحج أجل الله تعالى فرجه الشر عشرات الأضعاف وربما مئات الأضعاف من حيث العدد ذاك الوقت كان لازم يدزلهم النبي ويرسل لهم ويعين لهم الأوصياء ويتحملون ما يتحملون أما إذا صار عشرة أضعاف ذاك العدد مئة ضعف ذاك العدد يهملهم ويتركهم وما عليه منهم هذا شيء غير معقول أبدا هذا أول شيء هذه أيضا قد يعرفها بعض العلماء في بعض أشكالها بقائدة اللطف في علم الكلام أن الله سبحانه وتعالى للطفه بعباده فقد قرب إليهم ما يوجههم إلى الحق وأبعدهم عما يوصلهم إلى الباطل زين هذا بس في زمان النبي ذلك كان على رأسهم ريشة طيب بس كان في أزمنة الأئمة من بعدهم في زمان المرجعيات إلى يومنا هذا ولعل الله يطيل هذا الزمان إلى آلاف السنوات هذول ما لهم ما إلى شغل فيهم ربهم كلا فهذا أول نقطة يذكرها أتباع هذه الفكرة الأمر الثاني يقول هؤلاء نحن نلاحظ أن إمامنا الحجة المهدية عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في أكثر من توقيع وكما هي سيرته صلوات الله عليه ومن ذلك ما خرج فيما نقلوه إلى الشيخ المفيد إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم عن الإمام الحجة نحن متاركينكم نحن مغافلين عنكم نحن مهملين لشألكم وإلا لسطلمتكم اللأواء وشملكم البلاء أنت يا من تتبع آل محمد صلوات الله عليهم لو تعلم حجم المؤامرات والمكائد التي تحاك ضدك وضد منهجك مجرد تصورها أنت تتحير زين هذا من الذي يدفع إن الله يدافع عن الذين آمنوا من الذي يراقب ذلك ويدفع بطرقه الخاصة نحن نعتقد أن الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف له الدور الأكبر في الدفع عن المؤمنين وفي حماية هذه الطائفة وهذه هو مسؤول عنها هو قائد الحقيقي نعم هو غائب الله سبحانه وتعالى غائب هل غياب الله هل عدم رؤيتنا لله هل كونه غيبا يمنع من تصرفه سبحانه وتعالى في خلقه الغيب والغياب والغيب لا يمنع من تصرف ذلك سواء كان خالقا أو حتى مخلوقا مثال كلش مثال بسيط ما يحتاج تروح إلى عالم الغيب الدين الآن كثير من الدول من الذي يديرها يقولون المخابرات مخابرات شنو ليه حالة من الغيب والسرية والقفاء أنت لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك ويشتغلون كل في هذا الأمر ما يسمونه بالدولة العميقة في بعض الأماكن أو الدولة الخفية وين هي الدولة الخفية أطوني صورتها قليني أشمها ألمسها لا ما كو حالة غيب هذا في الأمر البشري فما ظنك في الأمر غير البشري يقول أصحاب هذه الفكرة أن الإمام الحج تعجل الله تعالى فرجه الشريف وهو القائد الحقيقي للأمة وخصوصا لأتباع منهج آبائه لا يمكن أن يتركها هكذا زين إذا ما يترك شيعة في بعض الأمور البسيطة سوف يتركها في أهم أمر وهو القيادة العام لها وفي أمر الدين في أن يعبد الله بشكل صحيح أو شكل خطأ يتركها في هذا الإمام الحج يرى لنفترض أن المرجعية الدينية ستصير إلى شخص منحرف على قول أتباع الفكرة الأولى إلى شخص عينته أجهزة الكذا والكذا الإمام الحج يجعل إيد على خد ويباوع الشكل ولا يحرك ساكنا وهذه أمته وأمة جده وتراث آبائه وشجرة تضحيات أجزاء أجداده هو يترك الشكل وينتهي الأمر أصحاب هالفكرة يقولون بعد لطف الله عز وجل وما صنع من إرساله الرسل وتعيينه وتنصيبه لأئمة الهدى صلوات الله عليهم كل ذلك بهدف حياشتهم إلى الحق وإبعادهم عن الباطل لا يمكن أن يصنع هذا بهم إلى بس سنة ميتين وستين هجرية وينتهي الأمر وأما من جاء ويجيء بعد ذلك به مئات السنين لا حظ لهم ولا نصيب لهم ولا نعمة من الله لهم هذا ما ممكن كذلك من فروع الاعتقاد بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والاعتقاد بتصرفه وحركته وأنه ليس مغلول اليد بل قوة الله معه سبحانه وتعالى هذا الإمام لا يمكن أن يترك المرجعية الدينية تسير في مسار باطل ولا سيما على مستوى المرجعية العليا والعامة فينحرف كل شيعة أهل البيت على أثر هذا الانحراف في القمة هذا أمر ثاني يذكرونه أمر ثالث يقولون التجربة العملية منذ زمان غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن تعرضنا في أوائل الأيام إلى عرض سريع للمرجعيات الدين لبعض المرجعيات الدينية الكبرى يمكن 13 مرجعية دينية كبرى تعرضنا لها في ذلك الوقت زين وغير هؤلاء تجربة هؤلاء في الطائفة كيف كانت كانت باستمرار الشخص الأمس بمو المناسب الشخص الأعلم وليس العالم الشخص الأكفأ والأقدر عادة والنتائج التي تحققت ذكرنا أيضا في ليلتين متتاليين متتاليتين حول ما حققته المرجعية الدينية زين هذا خلال ألف مئتين وكذا من السنوات هذا كل صدفة صدفة أن مثلا ابن أبي عقيل العماني يصير المرجعية العامة صدفة أن الشيخ الصدوق يصير هو المرجعية العامة صدفة أن مثلا العلامة الحل يصير مرجعية العامة صدفة المقدس الأردبيلي صدفة صاحب جامع المقاصد صدفة صدفة هكذا إذا كان كل صدفة هذه فيامر حبق يستمر العالم كل صدفة أو لا هناك رعاية وعناية تصدق هذه الفكرة وتعضد هذه النظرية والمرجعيات والمرجعيات العامة المعروف من سيرتها أنها لم تخطط بهذا المعنى الذي يذكره الفريق الأول أو الفريق الثاني بل إن قسما كبيرا منهم لم يكونوا يتوقعون أن تصل إليهم المرجعيات نذكر على ذلك بعض الأمثلة القديمة قديمة ليست القديمة جدا وإنما هاي في إلى قبل مئتين سنة مئة وخمسين سنة ما نقل وذكرناه ذات مرة في شأن الشيخين الجواهري والأنصاري رضوان الله تعالى عليهم تلامذة الشيخ صاحب الجواهر ما كان أحد منهم يتوقع أن يعين أو يشير الشيخ الجواهري إلى الشيخ مرتضى الأمصاري لأنه ليس من تلامذته وحسب تعبيرنا ليس من جماعته وما كان يشتغل على هذا الأساس في المجلس كلهم حاضرون شيخ الأمصاري ما كان حاضر كان رايح للزيارة عند أمير المؤمنين يدعو لصاحب الجواهر صاحب الجواهر ما يدري أصلاً أنه موجود له ما موجود وأنه يدعو له أو لا مو من جماعته أصلاً لكن مع ذلك مع أن صاحب الجواهر عنده تلامذة أكفاء وعنده أبناء أساتذته على درجة عالية لكنه يشير إلى هذا الشيخ شيخ مرتضى اللي ما كان وراها ولا كان عند جماعة ولا كان نسوي شيء لنفسه في هذا الباب أصلاً هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بعد الميرزة محمد حسن الشيرازي الكبير صاحب نهضة التنباك ذكرنا عن شيء من سيرته وهو أيضاً صار مرجعية عامة في العراق في إيران في سائر بلاد الشيعة لما اجتمع عليه تلامذة أستاذه الشيخ الأنصاري بكى وقال يعلم الله عز وجل أنني لم أفكر في هذه اللحظة أبداً أنه يوم من الأيام أنا أصير مرجع الطائفة ومرجع الشيعة ومكان من؟ مكان الشيخ مرتضى الأنصاري يعلم الله ذلك مني أنني لم أفكر فيها ولم أذهب وراءها زين شلون هذا يجد إلى لا عند جماعة لا عند أجهزة إعلام لا عند كذا لا خط تحالفات لا عقد ما أدري معاهدات لا غير ذلك طيب ومثله أيضاً من كان في صفه سيد محمد الفشاركي الإصفهاني سيد محمد الفشاركي الإصفهاني كان قريب المستوى من الميرز الشيرازي الكبير قريب منه وبعد بعدما صارت المرجعية للميرزة جماعة إجوا إلى لا سيما من بلده من إصفهان وتلك المناطق حتى يطلبون رسالته العملية ويقلدوا قال لهم أنا مو يمهى ولا أرضى بأن يقلدني أحد وأنا لست مستعداً لذلك أنت الأعلام وأنت الكذا قال أنا ما لدرس صحيح ولكن بعد الميرزة الشيرازي هذا الشيخ محمد تقي الشيرازي في النجف اللي فيما بعد صار قائد ثورة العشرين وهو من حيث المرتبة إما بجنبه أو دونه فكان يرشد إليه ويقول أنا ما أفكر فيها أصلاً ولا يمي السالفة نقلنا أيضاً فيما يرتبط بالسيد البرو جردي مع السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهم وهما أبناء حلقة واحدة درسية كلاهما تلامذت الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليهم فعندما جاء إليه من إيران جماعة للرجوع إليه وإلى تقليده تلهم لا راية الإسلام بيدي سيد أبو الحسن الأصفهاني والكل لازم يروح وراه هذا المنطق وأمثاله وهو كثير جداً حتى المرجعيات المؤسرة يعني في أطرافها وفي صفها البعض إما بنفس المستوى أو دون ذلك دوين ذلك بقليل لكن شوف ما يخطو هذا ويشير إلى غير هذه العملية من أن منطق أن هناك تآمر من قبل هذا على هذاك وتحالف بين هذا وبين ذاك أنا أعيزه إلى أن قسماً من الناس لما آشوا الحياة السياسية المعاصرة وشافوا كيف في الانتخابات تصير وكيف هذا مثلاً يعطون إليابة تعال أي قائمتنا رح نخلي من عدكم وزير تحالف ويا ذاك ترى رح نعطيكم كذا ويا هذا طيب يضرب جو الحزام هل في أو هل فريق لما قسم من الناس عاشوا هذه الحالات السياسية ولم يكونوا قادرين على فهم ماذا يعني أن واحد ثلاثين سنة نقلنا عن الآخند في ليلة مضى ثلاثين سنة يقول أنا الإدام ما لحرارة الخبز هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا يصبر ثلاثين سنة على هذا سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول إحنا في أيام شباب والدي السيد الحكيم أكلنا المعتاد هكذا الظهر باقلة الليل مية الباقلة وهذا وهذا مو يوم ولا يومين هذا هو الشيء التقليدي المعتاد يعيش كل حياته بهذه الطريقة لماذا ثلاثين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة هذا علشان يدخل في تحالف شي صبر على هذا الأمر أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون يستحق هذا العناء ويستحق هذا الصبر ويستحق هذا الكذا وبعضهم أيضا ما يوصل إلى المرجعية بس هو مع ذلك مرتاح إلى وضعه مرحوم المولى صالح المازندراني رضوان الله تعالى عليه شارح كتاب الكافي شرح أصول الكافي من أفضل الشروح يعتبر ليه كتاب الكافي للكلين يقول أنا حج على كل طلاب العلم في الدنيا لما كان عندي ما يمكن أحد يصير مثلي أنا ليش قال أنا أولا بدأت في طلب العلم متأخرا جدا عمري ثلاثين سنة استوني أقرأ ألف ثلاثين سنة قبل كنت أشتغل هالشكل عادي فأنا بادي جدا متأخر في تعلم الألف باء نادر أن تشوف طالب علم الآن إلى ثلاثين سنة ما متعلم الألف باء فيقول إذا واحد يقول أنا متأخر لو ما عندي استيعاب لو ما أحفظ أقول لأنا عمري ثلاثين سنة يا الله حفظت حروف الألف هذا من هالجهة اثنين يقول أنا كنت فقير إلى الدرجة اللي أنا كنت ساكن في مكان في مدرسة الليل ما عندي قيمة سراج هذا شوية نفط لو زيت أخلي في هذا ما عندي فلوس إذا أخلي فيه زيت ما أقدر آكل خبز النهار فأنا أحتاج إلى أن آكل فكنت فقير إلى هالدرجة زين النهار أنا أدرس الليل شا سوي يقول حاشا من يسمع شنة أروح أكو شعل مصباح من هذه المصابيح تكرمون عند بيت الخلاء في المدرسة ما كو إضاءة في كل مكان فكان هذا يخل عند بيت الخلاء وهذا حتى لا واحد يجي ويوقع هناك فيقول أنا أروح هناك واقفا على قدمي وأقعد أطالع ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ويما واحد يجي يحتاج الحمام أروح ذاك الصوب خلص من عند أجي إلى طيب ما عندي فلوس النهار أيضا بالنسبة لنا الطعام الأصلي كان الخبز وإذا نحصل شوية زيت أي زيت للتهبيه هذا بعد زين أنا أسأل هذا مثلا بعد ثلاثين سنة خمسة وعشرين سنة يصبر على مثل هذا الأمر على أساس أن المخابرات البريطانية مثلا قاعد تجهز إلى المرجعية أو على أساس يدخل في تحالف سياسي مع زيد وعمر مثل هؤلاء الذين يتكلم حقيقهم غرباء عن عالم الحوزات العلمية وعن عالم العلماء وجهودهم وعن عالم التشيع أنت كواحد مؤمن لو تحتمل واحد في المئة واحد في المئة أن فلان مرجع عنده ارتباط بدولة من هذه الدول ما تروح وراه ولا تقلد لو بذلوا لك الدنيا بجماتها والمرجعية الدينية عندنا في التشيع اختيارية يعني مو مثل بعض الأماكن خلص هذا عينته الدولة مفتي الديار ولازم الكل يتبع على أنا لو كل البشر اجتمعوا على واحد وأنا ما عندي قناعة فيه أقدر ما أقل ذه ما حد يجبرني على ذلك فهؤلاء اللي يتحدثون في هذا الاتجاه لا سيما أصحاب النظرية الأولى حقيقة لا يفهمون عالم العلماء لأنه لم يجربوا ولم يدخلوا فيه حتى يشوفوا المعاناة اللي تكلمنا عن بعضها في ليلة مضت وتستمر هذه وكم من العلماء الكثر الذين هم مئة في المئة مرشحون للمرجعية الدينية ككفاءة علمية وكفاءة عملية لكن لا يتقدم يكتفي بدرسه إلى آخر عمره ولا يتقدم أصلا يرفض هذا عندنا علماء في هذه الفترات يعني خمسين سنة مؤهل للمرجعية رشحه تلامذته أصر عليه لكفاءته لا أنا ناظر نفسي إلى تبليغ هذا المذهب إلى نشر هذه العلوم مو يمهى أصلا طيب وذاك اللي يقول أنا والله لم يخطر على بالي أنني في هذا وبعضهم يبكي زين يبكي أنه شلون صارت علي أنا إلى أن يقول هذا واجب متعين عليك هؤلاء يعرفون أن مسؤولية الدين والإسلام تستحق كل هذا الأمر أصحاب النظرية الثالثة في تقديرنا هم أقرب إلى الصواب من النظريتين السابقتين ليس بمعنى أن الله يدخل هكذا غيبيا بلا مبررات لا لا بد أن يكون هذا الشخص مؤهلا تأهيلا مناسبا بالصفات لكن متمم وصوله إلى هذا المنصب ليس بعيدا عن توفيق الله عز وجل وعن مباركة صاحب العصر والزمان باعتباره أنه هو إمام هذه الطائفة بل إمام المسلمين المعني بشؤونها والمراقب لها والذي يقول لولا إحنا نلاحظ أموركم لسطلمتكم اللأواء وللبسكم البلاء وصارت أموركم على غير ذلك هؤلاء يرون أن هذا الدين هذه العقائد هذه الأحكام تستحق كل شيء لأنه قد ضحى لأجلها أعظم الأشخاص رسول الله صلى الله عليه وآله في اللهم صلى الله عليه وآله نقل عنه في الأثر ما أذي نبي مثل ما أذيت ولو لم يكن من أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما صنع بابنته الزهرى عليه السلام لكفى بذلك أذية حتى له ما أصابه شيء مع علمه بما سيحصل على ابنته وعلى أسباطه وعلى أحفاده وعلى ذريته وإترته هو هذا أي إذا أكثر من هذا بدل ما لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وإذا بالمسألة تنعكس تماما تتبعوهم واحدا واحدا حتى قال القائل وهو الحسين يعرض عليهم ولده الرضية قال قائلهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي طفل الرضية ستة أشهر دون ذلك هل هو طفل واحد أو أكثر هم هناك بحث يس طفل واحد طفل واحد يأتي وقد قطع الماء عنهم بالكامل وعطش وطلبت أمه من زينب أن يوفر لهذا الطفل الرضية الماء تدري الأم بالتالي قلبها تموت ولا ترى ابنها يتألم ويعطش فقالت لزينب خذوا طفلكم أنا ما أقدر أشوف هكذا ولسانه يتلظى من شدة الضمى فعطته زينب إلى الحسين عليه السلام الحسين جاء كما قال راوي القوم حميد ابن مسلم أو حميد ابن مسلم جاء الحسين راكبا على ناقة يعني مو جاي للقتال إذا للقتال يركب على فرسلان جاي على ناقة يعني مو للقتال وقد أخفى تحت ردائه شيئا حتى وصل إلينا رفعه بين يدي قال يا قوم قتلتم أخوتي قتلتم أهل بيتي لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع الحسين ريد سجل هنا شهادة حتى تتناقلها كتب التاريخ والمحدثون أنه هذا حصل طيب قتلتم أهل بيتي قتلتم عترتي لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أم ما عنده شيء يشرب أما ترونه يتلظى عطشا فأتا بالقوم ودعا بالقوم يا لله من خطب فضيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهاد الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في الطرام وكلاب فاكتفى فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر سريعا لليدين اختلف العسكار بعض يقول إذا كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار وبعض يقول لا تبقوا لهذا البيت من باقي قال عمر بن السعد يا حرملة اقطع نزاع القوم قال ما أصنع أرمي الأب أم الإبن قال ويحك أما ترى عنق كأنه إبريق في الضه سدد العين سهما ورمى به إلى عنق الطفل الرضيع فذبح من الأذن إلى الأذن قال أرباب الخبار لما أحس عبد الله الرضيع بحرارة السم أخرج يديه من القماط وشبك على والديه السلام على عبد الله الرضيع في الزيارة زيارة الناحية المدم الصريع المتشحط دماء المسعد بدمه إلى السماء لعن الله راميه وحرملة بن كائل أخذ الحسين دماءه جمعه من تحت عنقه ورمى به إلى السماء وقال اللهم لا يكون أهوى عليك من فصيل ناقة الصالح تلقه تلقه سياه يندم الطفل بيده آه يا بشحال يجتل بحضن وليه سأل وترس جفة من ورين آه 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 هذب للسماء وللقاع مآخر أولي يا أيم اللي فتسكن تنادي يا أبا العطش هالمر دفادي صد آيات لأن أخوها الطفل غادي إلون احرق بتا ودم يفور تقل لي يا أبا الطفل عني دغطي أنا ما لقلب يحسي نصد لي وشوف ذبي حماد رجلي أنا خفت العطش لن يلحق علي هذا الخفت من طحت بي ومن عطف النهو لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا لقد ولد في ساعة ووردا ومن قبله في نحره السهم كبرا نسألك اللهم وندوك باسمك العظيم الأعظم العز لجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقض حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وفرج اللهم عن المكروبين فرجا عاجلا قريبا في نهاية هذا المجلس المبارك حيث الليلة آخر المجالس أعادنا الله وإياكم على شهر رمضان ونحن وأنتم في خير وعافية وأمن وإيمان إنه على كل شيء قدير نتقدم بجزيل الشكر أولا إليكم أنتم أيها الإخوة الأفاضل أخوات الفاضلات الذين زينتم هذا المجلس بحضوركم من أول انعقاده مع بعد المسافة وتأخر الوقت نسبيا فجزاكم الله خير الجزاء وشكر الله سعيكم وكتب لكم أعظم الأجر وأحسن المثومة كذلك أيضا نتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسة الإمام علي عليه السلام ومركز الارتباط بالإمام السيستاني دام ظله على إقامتهم هذا المجلس المبارك والشريف والذي نرجو أن يكون أنه كان نافعا وكذلك نشكر الإخوة القائمين على هذا المركز المبارك ديوان الكفيل الذين أتاحوا فرصة الاستفادة منه في هذه الليالي المتعددة جزاهم الله خير شكر الله سعيهم جعله الله في ميزان أعمالهم وكتب لهم عظيم الأجر والمثوبة نعتذر أنا أعتذر يعني كل قصور وتقصير حدث في هذا المجلس من جهتي فإن الإنسان قرين النقص والتقصير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا في ذلك وأن يعوضنا من كماله وحسنه ما هو أهل به وجدير تقبل اللهم يا ربنا عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد ترجمة نas شكرا